سبعت آخر فتبة أبو خالد يجوز طرح ويعلم فرعون أبو الهب من جد الكلام ذا؟ شف الجواب طي فيه ناس يصدقون الخرابيطة هذه والكلام الفاضي ذا؟ ايه فيه ناس يصدقون لكن الحمد لله الغالب عنده معي يا أخي المشكلة أن هذا من بدهيات الأمور يعني اللي العامة المفترض تعرفها تقرب قرب الكاميرا بالله سألوف لكم شوي في السنوات الأخيرة كثر خبث المظلين يضربون ثوابت الدين بهدف زعزعة العقيدة في قلوب المسلمين يعارضون صريح الكتاب والسنة والإجماع تدري وش معنى الكلام هذا؟ الدين قائم في قلوب العباد يريدون هدم الدين ونزع من قلوب المؤمنين يحاولون من أول على مسألة الصلاة والقرآن بس ما قدروا يجيك يقول لك يا أخي الصلاة ما هي واجبة يحاول ينزع الدين من قلوب الناس القرآن وأهل الحلقات متهمين يحاول ينزع القرآن من قلوب الناس الحجاب ما هو واجب يحاول ينزع الحجاب من قلوب الناس ولكن مشوار طويل حتى يهدم الدين إيش الخطة عندهم؟ يضربون قواعد الدين حتى ينهدم من قلوب المسلمين يقولون الأديان السماوية يا أخي كلها واحد وكلهم يعبدون رب واحد أنتوا ليش تتشددون ما في فرق بين المسلم وبين أهل الكتاب حتى ينزعون أصل من أصول الدين يقولون الجنة والنار مو بيدكم ليش تقولون عن الملحد والملحدة إذا ماتوا أنهم يدخلون النار ويهدمون أصل من أصول الدين يقولون ليش تحقدون على اليهود والنصارى ليش ما يكون بيننا وبينهم ألف ومحبة يضربون الولاء والبراء من قلوب المؤمنين وينزعون أصل من أصول العقيدة يقولون اليهود والنصارى والمسيحيين إخواننا ويجوز الترحل عليهم ثم يلوون النصوص فيضربون أصلا من أصول العقيدة حتى يزعزعون الدين من قلوب المسلمين بهذه الطريقة يجعلون عقيدة المسلم ركيكة فيساوون بين الكفر الإيمان ويجعلون الشبهات في قلوب المؤمنين فتنتزع من قلوب المؤمنين وهكذا ينهى دم الدين وأنتم تنظرون وتدري ليش ضلالاتهم تنتشر بسرعة لأن معهم الإعلام القوي تدري وين الخطر الأكبر؟ الخطر الأكبر على الأجيال القادمة إذا صحوا على هذه الطوام على عقيدة ركيكة ويحسبون الأمر عادي لازم اليوم نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة لازم اليوم نربي أبناءنا أن هذه الطوام وهذه خطأ ولازم نربيهم تحت أيدي العلماء الربانيين